شكلت غزارة الأمطار في الأيام الماضية بارقة أمل كبيرة في تخطي مخاوف الجفاف لتصبح بادرة خير لزراعة المحاصيل الشتوية وأكد مدير الموارد المائية بصلاح الدين بسام عبدالواحد الصميدعي أن الأمطار رفدت نهر دجلة وزادت من منسوبه المائي موجها رسالة أطمئنان لجميع المزارعين بتوفير كمية المياه للموسم الشتوية كانت في الأيام السابقة هناك موجة من الأمطار سقطت على محافظة صلاح الدين وكانت تجاوزت نسبتها حوالي الأربعين من المم وتعتبر هذه أمطار غزيرة أدت هذه الأمطار إلى إكمال الرية الأولى للموسم الشتوي وكذلك رفدت عمود نهر دجلة بكمية من الأمطار أدت إلى ارتفاع مناسب عمود النهر وبذلك هذه الأمطار تعتبر بادرة خير إن شاء الله لغرض إنجاح الخطة الشتوية لهذا الموسم الحالي كذلك نوجه رسالة أطمئنان للفلاحين بأن الموسم الشتوية إن شاء الله الحصة المائية متوفرة لدى وزارة الموارد المائية والسدود الموجودة في عموم العراق لغرض إنجاح هذه الخطة كذلك نوجه رسالة إلى الفلاحين لغرض تكون الزراعة عن طريق التقنيات الحديثة للرية هي الرية بالراش والرية بالتنقيد لغرض الاقتصاد في صرف المياه لغرض الاستفادة منها في أكثر مساحة ممكنة داخل العراق والزراعة تكون إن شاء الله زراعة جيدة لهذا الموسم ونتأمل إن شاء الله هناك موجات أمطار أخرى سوف تكون على جميع أجزاء العراق ترجمة نانسي قنقر